الله تبارك وتعالى يقول وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ لفت انتباهي هذه المخلوقات الرائعة جداً الحقيقة الزرافة هذه الزرافة أيها الأحبة احتار العلماء من طول رقبتها تخالف كل الحيوانات رقب طويلة جداً تناقض نظرية التطور حتى الآن لم يستطع العلماء تفسير سر طول الزرافة وأفضل تفسير لدى علماء التطور أنه كانت هذه الزرافة عبارة عن مخلوق عادي وعاش في منطقة ذات أشجار مرتفعة فاضطر هذا الكائن لأن يأكل وعندما لم يصل إلى الطعام بدأت رقبته تطول عبر ملايين السنين أو مئات الألاف من السنين وهذا تفسير يعني أنا يمكن أن أقول تفسير غير منطقي على الإطلاق لأن هذه المخلوقات لديها شفرة وراثية موجودة في داخل الخلايا في الـ DNA هذه الشفرة موجودة فيها طول الرقبة ثم إن العلماء لو كانت نظرياتهم صحيحة لعثروا في الأحافير على مثلاً زرافات مثلاً بطول رقبة أقصر ثم أطول 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 هم عثروا على حفريات لزرافات دائماً الرقبة الطويلة وهذا يدل على أن نظرية التطور غير منطقية أصلاً ولا تتناسب مع الواقع ولا تتناسب مع دراسات الأحافير لذلك أحبة في الله ينبغي أن نقتنع تماماً أن الله هو الذي خلق هذه الكائنات وسخر لها هذه الرقبة الطويلة لتعينها على رزقها لأن الأشجار العالية معظم الكائنات لا تصل إليها وهذه الأوراق في الأعلى تحتاج لمن يأكلها من أجل التجدد ومن أجل التوازن البيئي ومن أجل دورة الحياة لذلك أحبة في الله أنا لا أملك إلا أن أقول آية كريمة وأنا أشاهد هذه الكائنات سبحان الله الرائعة الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل صدق الله العظيم